دراجي كمال ابن منطقة ذراع الميزان بيتيزيوزو عاش لسنوات في الغربة لكنه فضل العودة لبلده واستثمار أمواله في ابتكار جديد لينتج الفحم بطريقة بيولوجية صديقة للبيئة حيث يحول البقايا الناتج عن عمليات الشواء إلى فحم مضغوط طبيعي 100% نسبة الرماد فيه 3% فقط يدوم طويلا ودون رائحة يحضرنانا ونحن نحن الأنج ويشترك بيتيزيوزو سيحول بن بجدد منimagin هكدا في فيلم طابعي بعد الآن لنظارة للشغل لنظارة سوف نحن من أموالك ونعم فقط ينزل لون المعارض الأنج وبين نحن نحن أموالك تجربة هي الأولى من نوع تجربة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني خاضها هذا المتعامل الاقتصادي حيث تحدى الظروف الصعبة لينشئ مشروعه ويفتح أبواب العمل على شباب المنطقة كما نجح في فرد منتوجه الذي يتزايد الطلب عليه خاصة مع اقتراب عيد الأضحى هناك 4 عام من تجربة بين تجربة المنطقة ومعالي المنطقة ومعالي المنطقة هل ستعلم المنطقة الارجيري هل ستعلم بشكل أخرى هل ستعلم المنطقة وأنها مقابلت حس ومعات و速تعلم المنطقة منه ما ننطقة lleva المنطقة إلى نقعة حالة إنتاج الفحم المضغوط بطريقة طبيعية هي بحد ذاتها تحدي كبير لما يعرفه هذا المجال من مشاكل وعرقيل لكن دراج كمال مصر على مواصلة مشروعه وتوسيعه لدخول به باب التصدير من بابه الواسع